هو ممنوع أن أنا أحب مصر؟ ما أتقلتش العربة مصر عمرها ما تبقى سنين أبداً مصر أولاً وهنفضل نحبها ده دون تقليل من الآخر أنا ما هاجمتش العرب وما هاجمتش الفنين العرب أنا هاجمت الدخلاء هاجمت الموضة اللي طلعه كل واحدة جاية أريانا تحت مسمى فنانات عربيات ومصريات إنما هم أخدوا شق إن أنا ضد القومية العربية أنا رئيس الهائة العربية المصر ما ينفعشي أنا 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 يعني بقول لحضرتك اسألي الفنانين العرب نفسها اسأليهم اللي هنا عموماً المنطقة دي لسه هنتكلم فيها بالتفاصيل بالتفاصيلك طب إمتى بقى بكى أشرف زكي بكيت لما توفى السادرة دي ده حاجة حديثة وقريبة جداً ليه بكيت؟ طبعاً هو طبيعي الإنسان بيبكي أنا مش بكيت عليه لوحده أنا أنا بكيت علينا لأن الحقيقة يعني ده نموذج من الرجال اللي أفنوا عمرهم في الخدمة العام شفت النهاية شفت النهاية قدامي إيه بقى؟ إيه اللي ديئك يعني وخلاك تبكي يعني يعني أنت متوقع مثلاً أنه ربنا افتكره في موعد يعني في معاهده يعني أنا مش اللي أبكاني الموت أوه حيقابل رب كريم لأن لأن إنما اللي أبكاني قصوت الناس مش الكل آه بعض الناس إنما البعض وكانوا كثيرين في ناس مجاتش حتى عزت متصلتش خلاص بقى فشعرت إن 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 النهاية يعني هذا الرجل اللي هو هذا الرجل اللي هو ساد راضي واللي هو أشرف زكي واللي هو مامدوح الليسي واللي هو يوسف شعبان اللي هو ناس خدمت ربنا يبارك في عمركم ولو هو ناس خدمت يعني يعني في الآخر يعني إحنا دينا من عمرنا ودينا من وقتنا وجينا على أسرنا وجينا على شغلنا وجينا على حيث كتير أعتقد إن كانت النهاية من بعض الزملاء مفاجأة محزنة يعني كانت قاسية قاسية بالنسبالي بدون ما أقول لك مين الحمد لله العزة بتاعه مفضيش دقيقة من درجة الشيخ بقى يعني ما بلحقش لكن أنا كنت بدور في الزحمة دي على بعض الأسماء على ناس بعينها آه كان هو على ناس بعينها آه ما ينفعش ما يبقوش موجودين ما ينفعش ما يبقوش يعني يعني في هذه اللحظة يعني يعني الناس دول إيه؟ يعني كان هو قريبين ليه؟ كان هم المفروض أصحابه ولا كان إيه؟ دول صناتو يا سلام ساهم في مستقبله طبعاً طب أنت تقول لهم إيه في اللحظة دي؟ ولا حاجة، لا تعليق لا تعليق لا تعليق يعني حتى التعليق مش ردي يطلع يعني أنا مش عايز أظلمهم برضو ممكن يكون فيهم ناس ما كانوش موجودة ممكن يكون فيهم ناس آآ ظروفها ممكن إنما آآ آآ يعني الحدث يعني يعني سديني مش الموضوع واحد الموضوع إن 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 دي بروفة لنا كلنا آآ يعني في الآخر هو فيه رصيد حب آآ أنا لم يكن لدي أشياء دولة جر الحب صحيح فأنا كنت منتظر منك ما هو أكبر آآ فأنا يعني كانت همي دايما تقول اللي ما يبكي علي وانا حي آآ يوفر دموعه آآ يوم الممات وبكاه آآ فأنا يعني يعني فيه ناس يعني ظهرت منها سلوك آآ يعني يعني لو يهود آآ هم قلة قليلة آآ إنما ما احترموش عظمة الحدث آآ آآ طيب بوفاة طبعا الأستاذ سيد راضي رحمه الله آآ أصبح المكان خالي هل يعني لرئيس اتحاد النقابات هل هتفكر إنك ترشح إن شاء الله نفسك في هذا المنصب؟ لا أنا هرشح الأستاذ مامدوح الليسي أستاذ مامدوح الليسي ليه ما تفكرتش إنك ترشح نفسك وترشح ليه الأستاذ مامدوح الليسي بالذات؟ آآ هرشحه لأنه هو يعني بعد مشوار نقابي كبير جداً من حقه أن يكرم آآ وأنا شايف إن هذا المنصب تكريم أكتر منه تفعيل آآ وبعدين ده هيبقى رئيس النقاباء 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 فهو يعني رصيده آآ يعني وتاريخه كأقدم نقيب فينا كرجل يعني وبعين عصله هو فيه ميزة لأستاذ مامدوح إنه هو يعني إيده في كل النقابات يعني من خلال حتى المناصب اللي اتقلتها يعني علاقته بالممثلين قوية جداً قوية منزل علاقته بالسينمائيين قوية جداً علاقته بالموسقيين موسقيين يعني 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 هو له يعني شريك طب إيه شغلانة رئيس اتحاد النقابات إيه دور اللي بيعمله والله شوفي هو الحقيقة دور مش قوي ولكنه يفعل بالشخص يعني فيه قضايا كبيرة زي قضية حق الأداء العالمي ما مش ليه لوحدي مش لنقابتنا بس مهل كله موسقيين لو تبناها اتحاد العام للنقابات قضية تفعيل القانون تغيير القانون يعني النهاردة بنقدم مشروع قانون بإن نحن ناخد على تذكرة السينما ولو حتى إرشي ساب ايوه التذكرة دي لما هتيجي هتروح لكلة نقابات مش هتروح للنقابة واحدة ولا لأ طبعا طبعا هل الدور ده فعال دلوقتي؟ دلوقتي مش فعال لسه لنما نتمنى المرحلة القادمة أن يفعل ترجمة نانسي قنقر